تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعتقد أننا فقدت العدد مش عايز الاتصال الخامس واللس يعني خلاص يعني مسألة بقت كتير كتير نظراً للمجازلة اللي بتحصل ونظراً إلى أنه ده الاتصال بالكبار مصر صرح المتحدث الرئاسمي باسم الرساقة رئاسة الجمهورية سات المستشار أحمد فاهمي أن الاتصال جه في إطار تشاور مستمر ما بين الرئيسين بشأن الأوضاع اللي في قطاع غزة طيب تعالوا ندخل على النقط النقط هي أنه حصل استعراض دقيق لنتائج الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية الكبيرة جداً التي كانت تحاول احتواء الموقف ولا زالت من ناحيته فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة تكسيف الجهد علشان لازم نوقف إطلاق النار لازم نعمل هدنة بسرعة طيب يا مصر أنتوا ليه مصرين على مسألة الهدنة ليه مصرين على مسألة وقف إطلاق النار فالرئيس الإجابة بتاعته شديدة الوضوح والمباشرة والحسم يا جماعة الوضع الإنساني أصبح كارسي ومن ناحية تانية لازم أقدر كمان أوصل المساعدات الإنسانية من غير أي عائق ودون أي إبطاء إيه منوال ماكرون من ناحيته بيثمن الدور المصري سواء إذا كان المصار السياسي اللي واخده مصر والمصار الإنساني اللي مصر على مصر واللي بتقدم فيه كل حاجة تقريبا أي شيء ممكن يقدم وبالمناسبة عشان نبقى برضو منطقية أنا أثمن وأقدر وأشكر كل الدول والجهات والهيئات والمؤسسات اللي في الدنيا اللي عايزة توصل المساعدات أو اللي بتبعت مساعدات بس من الآخر يعني مصر بتوصل تقريبا هي مصر نصبها من حجم ما يصل 75% مما يصل إلى القطاع مع أننا مش أغنى دولة لا في المنطقة ولنا أغنى دولة في العالم على ما يبدو أنا الأكتر إنسانية والأكتر اتساقا مع مبادئي طيب فإيمانويل مكرون بيؤكد برضو إن مصر تلعب الدول الأهم في تنسيق وإيصال المساعدات لقطاع غزة من ناحية تانية الدول المصري اللي بدأته مصر واللي مستمرة في مصر في مسألة استقبال المصابين من أهلين الفلسطينيين وإجلاء الرعاية الأجانب اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع إيمانويل مكرون على إيه على استمرار التنسيق والتشاور في مسألة تطور الأوضاع في الشرق الأوسط وإنه العمل يفضل مستمر حتى نستطيع أن احنا نصل الأطراف ببعضها لإيجاد سبل لحل هذه الأزمة طيب وبعدين نصل لفين بعد حل هذه الأزمة إحلال السلام خط بالك بقى الرئيس السيسي لا يتحدث دون إضافة وتأكيد وحزم جدا أنه حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبلها 4 يونيو 1967 بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وده اللي تم تأكيده مرة يمكن خمسمائة ألف في هذا الاتصال التليفوني اللي تم ما بينه وما بين الرئيس الفرنسي إيمانوال مكرون هنا تشوف مصر فين